هل يمكن لإيران أن تكون جزءا من الحل تنفي الشرعية هذه الفرضية فطموح إيران على حد وصف رئيس الوزراء أحمد بن دغر لوكالة الأنباء البحرينية قاتل ومذر بالأمن القومي الخليجي كان بن دغر قد جدد استعداد اليمن لإنجاح مساعي السلام موضحا في كلمة ألقاها أمام الجالية اليمنية بالبحرين على أن السلام مرهون بتسليم الإنقلابيين السلاح والانسحاب من صنعاء لغة بن دغر عن الحوثي والمخلوع بدت بالنسبة لمحللين غير آبهة بالجدل الدائر حول خلافهم الحالي حيث استخدم وصف الإنقلابيين الجامعة للطرفية لانقلاب وهو أمر أشار إليه بن دغر للوكالة البحرينية عند حديثه عن صنعاء حيث قال إن الشرعية مستمرة في العمل من أجل طرد الإنقلابيين منها الحديث عن صنعاء من قبل الحكومة يدلل بنظر مراقبين على إصرار الشرعية على المضي نحو الدولة الاتحادية وهو ما بدى واضحا عند حديث من دغر للوكالة البحرينية عن الوحدة عندما قال إنها لم تسقط لكنها بحاجة إلى تغيير جذري في شكلها ومضمونها تحركات بن دغر الدبلوماسية تزامنت مع نشاط دولي متصل بالأزمة اليمنية حيث قال وزير الخارجية الروسي في متمر صحفي بالقاهرة إن المعاناة الإنسانية تلزم وقف إطلاق النار في اليمن عدم تدخل إيران في الحل السياسي واستجابة ميليشيا الإنقلاب للسلام اشتراطات ترافق التحرك الدبلوماسي لشرعية وهي اشتراطات أكدتها السعودية في نيويورك على لسان سفيرها لدى اليمن الذي قال إن قناعة الميليشيا الإنقلابية بالحل السياسي مرتبطة بتخليها عن السلاح ترجمة نانسي قنقر